موسيقى بـ 25 أدار 2007 طلقت الحلقة الأولى من أخبار الصباح على شاشة المستقبل البردامج مستمر من 11 سنة يوميا الساعة 7.30 الصبح وحتى الساعة 9 البردامج بيتضمن عنوين الصحف حالة الطرقات والتأس وجولة بأبرز أخبار البلد السياسية والاجتماعية والسقفية والفنية إضافة إلى مؤابلات مع شخصيات الساعة هو البرنامج الشقيق لبرنامج عالم الصباح على المستقبل اللي بيبلش الساعة 10 وبيتوجه أكتر إلى سيدات البيوت صحيح مش كل العالم تحضر أخبار الصباح بس ميزة هالنوع من الفترات الصباحية الباكرة هي أنه اللي بيتعودوا عليها ما فيهون يبلشون هارون من دون ما يحضروا وهيدا اللي بيخلق نوع من العلاقة المميزة بين البرنامج وجمهوره لأنه احتفل بـ 11 سنة من عملهم الصباح اليومي بسرنا رحب بنجوم برنامج أخبار الصباح جوال فضول، بيرات قطريب وجوال نصر أهلا والسهلا وتحت الهواء لقد رأيتك يا رحيم يا مزيك أيوة بقيني شوية طب اسمونا شو بذكر مرحبا حل أجديدة من برنامج أخبار صباح جوال صباح الخير صباح الخير بيارات لألك للمشاهدين صباح الخير جوال صباح الخير جوال صباح الخير لكلية اللي عم يتابعونا مريم صباح الخير صباح النور جيجا مالك علم طبا شو صعليك اوكي فقد انخفص حلقتنا اليوم متل العادة نحيا معكم مع معاق بكرا اتو طبعا فريق عمل بالضم حواليا لثلاثين شخصات على رأسن الزميلة منا ساعدون اللي منوجه لها تحيه جوال كيف الوعي انت بما انك كل يوم وعم بعدت كل يوم وعم تزعب ريوات كيف كل يوم كل يوم او بتزعب ريوات ايه هلا انا اوقات بيخدنا الفرصة بالجمعة اوقات بيجمعهم بيصيروا نهارين تاني جمعة ورا بعضهم بس اكتشل ايه تقريبا كل يوم وبوعها بكل نشاط بكل نشاط كل يوم من 11 سنة الى هلا كل يوم نعم و ايا ساعة بوصل على تي في ستة 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 وخمسة يعني الا خمسة بهالي و ايا ساعة بتنام ايه اذا ما عندي شي بنام 10-11 اذا عندي شي بصهر كتير عادة يعني عايش حياة طبيعية من اول ما بلش اخبار صباح حتيت بي راسة انه انا لاني كل يوم ما بدي خلي هالشي اثر على حياة اليومية سو عملت هيدا الافار و انا حدا بحب الصبح بحب فترة الصبح سو ابوعة نشيطة نعم بيرات انت تعودتي على يعني كمان بمعنيك انت من المؤسسين من النهار الاول تعودتي على فكرة اني يبلش نهارك هلا تبكير قبل ما اصار عند اولاد كانت كتير صعبة الوعية كتير ايام اختص بالنومة يدقولوا ان اتي فيكم بعدنا بالبيت ما بعد ما صار عند اولاد خلاص صار فيه الارم بيولوجيك بالبيت يعني صارت تلقائيا بوعى حتى لو ما عند اخبار الصباح وعيتي صارت بكير يعني انه هلأ تقريبا انشي اربع ستين بس هلأ بتعرف الولاد الصغار بوعى بدن يقعدوا معي بدي حضرلوا انغراض المدرسة هيك هلأ صارت بوصة لم اخر على تي فيه سبعة الى خمسة ايام سبعة سبعة وخمسة حتى بكون قبل الهوى يعني بها الادواء تالية جوال انت انتقلت بمرحلتين من اخبار الصباح مرحلة الاعداد بالبداية وبعدين من اربع ستين بقيت مكملة كمان بالاعداد هلأ من فترة بس وقفت لانو بطلت كتير ملحقة بين الولاد والبرنامج بين البنت والبرنامج 100% بس عم بيحكو هن عن الواعية تعود ومش حروق انا بعد ما كتير تعودت يعني كل يوم برجع بطفل الارم اول مرة برجع يعني مش عم بتعود عن الواعية ويسي عم تحطي اول الارم خمسة ونوص خمسة ونوص سير كل خمس دقايق بس هلأ صفا عم برجع يعني وقت الخلص المجرد ويسي عم بتوصلي تقريبا ستة ونص تقريبا انت اللي بتوصلي المأخرة يعني اه لا انا هي اللي بتوصلي المأخرة لا انا اللي معتدل يسي عم بتوصلي المأخرة يسي عم تبالشو السبع ونوص بس عارف دغري بعمل شهر وميكب حتى بطلع بقعد عشو ضايق بالستوديو هلقات سريعة يعني مش انو بكون بعذن بالميكب روم وبطلع بغري عستوديو عن جاد عم بيكون انت خمس ضايق عشو ضايق بقعد جوات الاستوديو خلص يعني تعودنا زفان عرفت تعودنا سرنا منعرف كيف نسرق الوقت سرنا منعرف شو الاولوية شو بيمرق قبل شو يعني مشان هيك حتى بعدين مية بالمية يعني نحنا اجمالا ضرورا نحضر الصحف كل يوم نعم من هيك سرنا نعرف يمكن اي عنوين خلص متل ما عم بتقول يعني صارت عادة كل يوم صار شي كتير جوات شو اللي اكتسبتي انت من هالبرنامج وشو اللي بيميزه عن بقية البرامج الصباحية كتير انا يعني بدك تقول كل شخصيتي انا بلشت لانه اول مكبرت بلشت من الجامعة على اخبار الصباح مية بالمية من الجامعة على اخبار الصباح تقريبا صار لي عشر سنين اكيد خبرة خبرة كتير كبيرة وكمان مع البروديوسر عنا مونا سعيدون يعني هي بتعلمك اول شي قدام الكاميرا كيف لازم تكون انه تكون هالطبيعي على الكاميرا بك تحسبها حدا بتحبه انت الكاميرا عم بحكي ممكن مع اختي او مع خيه لهالدرجة بدنا نكون كتير طبيعية ويمكن هيدا هو اللي بيميز اخبار الصباح انه ما انه مفتعل التقارير كتير بتشبه العالم البريزنترز كمان ما في شي مفتعل حديثنا كتير طبيعي واكتر من هيك نحنا منروح الى اقصى الحدود اللبنانية يعني ابعد ضيعة بالشمال اكتر مطرح بعيد بالجنوب يعني منوصل لهونيك منوصل لوين مكان بس ما يكون عندك هوا يعني بما انه جوال مشبورة دايما بتحضري غير برامج صباحية او شو اللي بيميز اخبار الصباح عن يعني عالم الصباح وبقية البرامج الصباحية بتلاقي في عندكم هادي الايميل مضافة هلا عادة اذا ما عندي اخبار الصباح بيكون عندي الولاد بوصلن على المدرسة بيشتاء ايام وصلن انا على المدرسة برجع البيت بكون عندي اشي حضرة او بيكون عندي تصوير مسلسل هلا متل هلا اني شهرين ثلاثة غاطسة بالتصوير اذا بحضر غير برامج صباحية صراحة زفان مش كتير يعني وقت هلا ما بيسمح لي ان كتير تابع غير برامج صباحية بس اكيد يعني بين فترة والتانية بعمل زابينج بشوف بشوف الاستوديو عندن كيف ساير بيصير في هيك تعديلات بشوف المقدمين بشوف الطجوف بشوف طبيعة كل برنامج وفقارنو ببرنامجنا طبعا انتو اللي بيميزتن هو يعني نشرة اخبار صباحية هل بد اقلك ما بيشبه كل البرامج الصباحية ومشان هاتو بد اقلك انو نحنا مش بس سيدات بتبعنا اي اي طبعا هيدا يعني كل رجال الاعمال والسياسيين ياما واللي معوض عليكم ما في ادهر من بيتهم من دوم ما يحضركن وانتو اللي يعني ونحنا بحكم انو من بعدنا في كلام بيروت من التقي بالسياسيين والجوف كلهم بيقرؤوا الصحف معنا انتو اللي يعني بس بهمني يعني وضح انا يعني نظر انتو عم تقدموا نشرة اخبار جديدة على التلفزيون هيدا الميز اللي يعني تميز فيها البرنامج انا بحس اللي اكتر شي بيبسطني ايام يعني اشخاص فنانين المثقفين يلي عادة ما منشوفهم بغير برامج دايما عندن اصرار انو يطلعوا معنا باخبار الصباح بيقولولنا هيدا شي تحت الهواء او ازا اول بروجيه بدون يحكوا عنو بيحبوا انو دايما اول يبالشوا معنا باخبار الصباح يعني معناهم كذا مخرج ممثل فنان هاو جماعة الوعية بكير يعني مش بس هيك لانو اجمالا بيكون مسلا فين احنا مسرحية والمخرج لعمل معنا منروح منحضر المسرحية نعم وانا كمان بعرف كير من اضيوفي يعني بيقولوا اخبار الصباح بعدين بنتلع معك عشو خلو كيف انتح انتح هاو الاساس اللي بتقوليها وبتندمة بقى هاي واحد لا اه مش مرتاح مع حالو ياريت واحدة من الاساس كمان اللي بحب اعرفها انو انتو بنتيجة 11 سنة فيكن تتحولوا بسهولة لعائلة ادي انتو يومياتكم مع بعض و ادي يعني بس تشوفي حدا مننون الصباح دغري بتعرفي انو اليوم نهارا مزابط مسلا لجوال منحس هولي الاشا بعدين بشوفهم اكتر ما بشوف اهلي يعني اذا عملت اقى اربع تيام بالجمعة انا اهلي عام بشوفهم ايه اربع تيام بالجمعة هيدا الفرق يعني فيها التواصل هالصورة اليومية عنو عم تتكرر و اكيد منقدر ننحس على بعض اذا نهارنا و جوال انت دغري بتقفريوني يعني كمان اذا مثلا اذا فاتت يعني من البعض هذا بطبيعتي بوزيتيف هلا هي اللي بتنقفر هي جوال اذا معصبه اه دغري هي اكتر واحدة لانو انا كتير مهايبرا يعني انا الاكتريم بروح عال هذا كتير اكتيف كتير حركة كتير سوء اذا بنشي و عاملي شوت قليل كتير بس انو ايه بيبين علي بس هي اكتر واحدة بتلاحظوا علي اذا كنت هادة يعني جاية معصبه مين بالمين بس اقلي شي غلط بس دايما شي الكمان بكل ال يعني بكل صباح بيبقى فيروز هو يلي مرفقنا دايما طيب شو اكتر شي بيعصبه مسلا انو صرت التعفي مسلا انزال ممكن شي ما بيستاهل دغري عصبه مسلا ممكن لي حتى هيد الالم هون مش حاطتي هون ممكن هاي عصبه خلينا بنا ما نحكي عن جوان لابا نحكي عن جوان هاي فرصة هاي فرصة خليك على رأيي شو اكتر لابا عن جادي يعني فيه مسلا تعرفي مسلا اذا اليوم هيك شكلة يعني معصبه لنقول من البيت هيك شكلة معصبه من السيارة ايه مسلا حدا تأخر هلا بنحكي متل ببنا ايه انو حدا تأخر على شاربي الشوفار كم مره دي عقاب المدرسة او بشوفار انا قلت اول شي نحتحكو عن هيدا شاربي الامنة هي واحدة من الاساس يعني كأمهات انتو عاملات الصبح هي قصة انو ما بتحضروا ولادكو للمدرسة يمكن هيدا اكبر تحدي بلا 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 انا بوعى هالقد بكير واصر انو انا اعمله تارتيناتو انا اضبله غراضو انا احضر له تيب وهيدا طبعا اذا اذا انا نفسك اكيد بيكونوا محضرين من قبل ويوم اذا عندو سبور بيدو السورفاتمان بيدو الشورت بيدو المواعي وبتوعي يعني بتوعي لا ما بوعي بوعي بكون صرت بالشغل وقته بوعي بس انا بوعي يعني بوعي على تليفوني على صوتي عم بقلو يلا حبيبي اقوم انا مصرّة انا اعمله نهول ايه سيعة بتعملي اخر تليفون يعني اول ما تطلع على الهوة الا ربع سبع الا ربع بوعي سبع الا ربع بشيك عليه لتسي من السبع ونص لل من السبع على السبع ونص شي مره او مره ما بزيد عليه لان كبر خلاص مام طب انتي وعل هوا كمان تبتصلي ايه اوقات حسب لا هو على السبع ونص بيكون قريدي مش عالمدرسة هو بس لاتسين احنا بالويك عندو هو بدو الشي بالبريك ايه مسلا بشوف مستكول منو بدق اكيد بدق اكيد بيريت انت كمان مصرّة انت نفس الشي نفس الشي هيدا الشي عم بيأخرنا يعني ما فيك رب تكلي على زوجك او على حدد من بعد ما قمش ان البيت بتصير الشغل على زوجك اذا كان بالبيت لانه كمان هو بحكم شغله ايام بفل قبلي حتى بس يعني انا بدي حضرلون غراضون التابون اكلن كلشي انا بدي حضروا بدي امش من البيت امطنق انو كلشي يجاهز كلشي يحابر الواعي ايام يعني اكتلت وقت هن بيوع بكير لانو بيناموا بكير عم بلحقهم يعني قبل ما روح اتيبية بيكونوا قراضي واعي صورة مين ورانا بس خليني شوف العارفة مين بليش بما انو صورتك ورانا مع العيلة رح انتقل معك لحديث العيلة بيريت انت ادي سالك مزوجة رح يصيروا تسعة سنين تسعة سنين زوجك طبيب جراح وعندك ولدين صح صح دي عمارون ثلاثة واربعة كريستوف ثلاثة سنين وفارانتينا اربعة سنين وانت بتحضرين الصبح وبتحس هيدا ضمن واجباتك الكأم يعني او بتحس انو لا عبالك تعليق لا من كل قلبي من كل قلبي يعني من هكي قلتلك انو وقته ما عندتي فيه حتى انا بوصله على المدرسة يعني بحس هالقد لزة انو بدي استفيد عن جد اذا انا بالبيت اذا انا ما عنده شي لازم كون حد ولادي من كل قلبي هيدا الشي بعمله ومش انو واجب ابدا نعم وامك كانت مديرة مدرسة متل ما فامت باع فيه نزام انت كمان بتنشي عن نزام مية بالمية نزام يعني انا ولادي سبعة بيكونوا ناموا هلا قولي بعضهم بعمر فيك اتناميون على السبعة ايه سبعة بيكونوا ناموا لانو انا حدا بالليل كتير بحب اظهر احضر مسرح احضر سينما يعني هيدا الشي ادمان عندي يعني ليلتان او ثلاث ليالة بالاسبوع الاكيد بدي اظهر اعمل هول اشياء واكتريت السيانسات بباليش تمانه ونوص بقى بحيث لانو بدفس الوقت انا ام بس انا كمانا بيارات بدي ضني عايشة مش انو حيث مخنوقة بوقتي ومو عم بقدر اعمل اشياء كتير عبالي اعمله نعم جوان رح انتهي لانديك انت كمان ام ادي عمرو شاربيل هلا اتناعش اتناعش سنة فيك 200 ساعة سبعة اوه اكتشيلي مش من زمان بلش يسهر شوي وهلا ماكسيموم تمانه ونص بيكون بتخت لو بدو يغفع العشرة بس تمانه ونص بيكون بتخت انا حدا كتير سبار كام كام على عكس شخصيتك اللي بتبيني تكون مين مين ما كان حدا بيصدق انو انا معقول كون هالقات انت ام صارمة كتير نعم كتير وانا حدا ادمنى صارمة ادمنى من تاني مال يعني بسيروا قلولي كيف عايشة هالشخصيتين وصارمة بس مع شاربيل يعني او بالبيت بس بنفس الوقت عندي الكوتات التانية عندي الجنون عندي الهايبرا عندي وهيك نفس الشي مع شاربيل بالمبادئ اللي ما فيها تتغير بالاخلاق اللي ما لازم ينمس فيها انا حدا كتير قاسي بس ليك بالجنون انا عن جد حدا كتير مجنون يعني حتى معه هو وعن قصد او يعني لا هذا كاركتاري هذا انا هذا انا شاربيل عمرو 12 سنة وانت وزوجك منفصلين تربية الولد طبعا مسؤولية الام والبي لما يصير في انفصال بتتوقع عن مسؤولية اكتر بضل اذا فيه اتفاق بضل تربية الولد على الام والبي نعم هذه مسؤولية اكبر عليك بكل الاحوال مسؤولية على الام اكبر حتى لو ما كانوا منفصلين انا هيك برأيي يعني الام معروفة انه هي اكتر وقتة مع ولادة اكتر من البي نعم ولا لا انت بتعرف ايه اكيد بس يعني عم تقدر يتلحق طبعا عم بقدر لحق لانه نظم حياتي على هيدا الاساس يعني بيصير فيه وقته بيصير فيه ولاد بيصير فيه اولويات نعم والوحد اللي هو بيحط اولوياته بالحياة وين انت يعني بتستمتعي اكتر انت ومهايبرة بالتليفزيون او انت وصار من بالبيت وين جون بيكون مهايبرة مع شربل وهيدا اسعد لحظات حياتي نعم بتقولي انت يعني فهمت معنا حياتك ووجودك لما ولد شربل عرفت ربنا شو بده مني وقت خلق شربل شو؟ هاي رسالتي يعني انا بحس انه هيدا اعظم شي عملته بحياتي شربل نعم احلى شي عملته بحياتي بقول انه المرة لازم تعرف شو رسالتها بالحياة بتسهم شو رسالتها بالحياة لما بصير عند اولاد نعم كم كان عملك يكون عندك اولاد اكتر او؟ اي كتير انا بحب العائلة الكبيرة نحنا ربينا باجواء عائلة كبيرة يعني التاتة عندها سبع اولاد مجوزين بتقولي يا ريت ما اتطلقت يعني قبل ما يكون عندك اولادين بقول يا ريت صار لشانس بحيالة طريقة يكون عندك اكتر نعم يعني اولاد اكتر كيف مجال ما يصير في طلاق بينتكن يعني او اليوم ادي صار لكم انما نفصلين؟ ايه شي سبع سنين وليوم بس تفكر بالموضوع بتقولي كان في مجال ما ننفصل او موضوع صار؟ ايه لا ما فكر هيك تفكر انه يمكن كان هيدا الحل الانصب بوقتها واشتغلنا كتير منيح على شربل كتير منيح اشتغلنا تنيناتنا على شربل على انه يكون ستابل يعني اشتغلنا على الكوتابسي شيء كتير ومش الححم وزوجك مي كان يحب اكتر جوال المهايبرة او الجوال الصارمة بالبيت؟ ايه لا المهايبرة بعتقد مو بعرف طب احسن ما اصير كل الحديث كنت بعتقد الكاركتر المهايبرة عندي طاغي اكتر لانه انا عرفت حالي انها الاسفار وقت خلق شربل نعم من التحدي يعني ابيشو عم بتقول كانت في ريات انه ساعة سبعة بدي نكونوا نايمين وبكرا بدي اقلك تذكريني بعد خمس سنين به هالحديث اتي تخطيتي موضوع الساعة سبعة اليوم في تحديات امام كل ام ايه بس بديك شارلي انا شاربل بيقعد ثمانة ونصب اتخذ هلأ يمكن اتعب بيسمعني بيقول لي بادلتيني قدم اصحاب لان اصحابه بيسهروا يمكن عرفت يعني حتى يعني لازم اللي انا اكيد بشي عنده تليفون او بعض طيب واحدة من القصص التحديات اللي ممكن تواجهها الامة العصرية مع ولد عمره 12 سنة بتعطيه تليفون او لا ادي كم ساعة ايباد شاربل هو الشخص الوحيد بالمدرسة بيصفو ما عنده تليفون الوحيد كانوا اتنين من جمعة الشخص التاني اللي هو جورجي ورفيقو صار عنده تليفون واذا راح تضايني ايه هيدا قرار او ايه هيدا قرار او ايه هيدا قرار اكيد او لا ايه هم تعتقد فيك تكفي هيه ازلاغ انه هو مش عايز تليفون انا اولادي الهلأ معنده ايباد مسلا بس روحون بليت التيتا المديرة اللي عند انقادرنا بيعضوا عنه النيفاب ليش بدي كون عنده تليفون؟ قليئ لانه كل العالم عنده تليفون هيدا مش طبب انا برأيه هيدا مش طبب هو بايلي كل الناس عنده تليفون لك فلان جب تليفون فلان انا مش امه نعم جوال ناصر انت بننص وخبرينا عن عائلتك انا بعد يعني اول شي عايزة بعدها اصبر حياتي هاي بنتي كامي كاميه عمره هلا ثلاثة سنين وهلا انسنت بيتانى بابا كاميه هلا انت حب ليه صابيه وبنت صابيه صابيه وبنت حروليه لا بعد درنا اجيب اخت لكاميه لانه البنت حينو تربل حينو على وانت سنتئم يعني من الجامعة للأخبار الصباح للأمومة خلال فترة هالقلبة من المعدة اللي بدأت تصهر اوقات بالليلة لتعملوا المونتاج لالموزيعة لا تحاولت هالعاش سنين يعني كيف بتشوفيهم وشو اجمل لحظاتك بهالعاش سنين تعرف شغلاعا جهت كل فترة كانت كتير حلوة بحياتي يعني فترة اخبار الصباح اللي مكان عندهمهم قبل ما اتجوز مكان هلا الجايزة هي هام تطلع بالاخر هيدا الفترة المسئولية مية بالمية هيدا الفترة يلي ما بتكون بتفكر بشي كتير حلوة كانت وعشت على الاخر رجعت بعدين لمرحلة انه تجوزت وبقيت يعني اتأخر عادة بالشغل ما تفرق معي لانه هالقد انا بحب الشغل وهالقد مرتحين بالنهاية الى ان اجت كامي هلا هيدا الشعور يلي انا هلا بحسه تجاه كامي ما كنت يعني ما كنت حسه اول ما خلقت كامي اول ما خلقت ممكن ما عشت هيدا القرارات بكونا قيم مش دغن غرامت بالوعي بكير مش دغن غرامت حياتك تغيرت بس يمكن أخذت وقتها أنت حتفيت حالك أم يعني هالشعور اللي ولد فيك تعريف هلأ أنا أنسانت شعوري هلأ أنا وحب لي غير بأول بيبي كليا يعني هلأ كأنه فهمينا صرت شو يعني أنه كون أم وش يعني عن جد أنه حيات شو هال شو هال معجزة يعني شو هالكامي بس تكبر ما تحضر على الحل أجر بس أي لحظة يعني هي الشعور الأمومي يعني بالشعر شي وعالتليفزيون شي وبالحلقة شي تعرف شغل انت حتيت ولد عندك هالشعور بأنه هيلأ قلي أخذت كم شهر واللي هو هيدا شي كتير شو عمليك يعني شو اللحظة اللي ما بتنسيها يعني إذا بيتغمضي عيونك شو الصورة وقتها قالت لي ماما قال ماما أريل بابا صدق لأ بنتي لأنه اللي بابا ولكن ماما حبي هلأ جلبار مش متقبل الموضوع قالت ماما أبلي بابا بس بنت كتير معلق أبي بس قالت ماما هون حسيت أنه رأى أنا ماما بتحبني بنتي رح أرجع للشغل جوال فضول مسيرتك العالمية بلشت سنت 96 من برنامج ستوديو الفن بعد بيته باللبي سي للألفين وخمسة قبل ما تنضم إلى تليزيون المستقبل وبرنامج أخبار الصباح بي بدايته شو اللي تغير بأخبار الصباح من لما بلشته لليوم بهال 11 سنة لك هو البرنامج بتجدد كل يوم أنا برأيي لأنه موضوعه بتتغير كل يوم ونحن لأنه بنحكي عن موضوع الساعة من كل نواحة السقفية السياسية الاجتماعية الانونية إذا بدك كل شي بقى بتجدد كل يوم هلأ ما بعتقد تغير قد ما توسع وأخذ انتشار أكتر وليقى أصداق حلوة وبعدنا عم نعيش النجاح يعني بعدنا لليوم مثل ما قلت إنه لحق واحد بلش يحضر أخبار صباح عن جد بيعلى هذا الشيء بعدنا منلمسه لليوم بس ما في زهق وبتتفاجأ يا ويت بي ناس بيحضروكن يعني بتكون بأماكن لا ما بتفاجأ معنا بتفاجأ بنبسط نعم كتير بنبسط نحن زفان أول ما بلشنا بالبرنامج كنا نقول يا عذرة إنه مين بضيوع بهالأد بكير يحضرنا من بعد ما قطع فترة تكتشف كل العالم يعلم تكتشف إنه في كتير ناس بتوع بكير وفي كتير ناس بتحضر تلفزيون بهالوقت يعني اللي بيروا عشغلوا اللي بيروا عجام المرأة اللي بالبات كلهم على كل أحوال أنتوا رفاق فنجان القهوة الصبح على الساعة 7 ونص على عنوين الأخبار خاصة بيريت قطريب أنت ممثلة إضافة لتقديم البرامج درست تربية المسرح لأنه الأهل كانوا معترضين بأنك تدرست مسرح حاف نعم مسرح حاف قلت لهم تربية مسرح وانضميت كمان الأخبار الصباح مثل ما قالنا من النهار الأول وكانت أول تجربة لأليك لاي ما رح أسألك عن أخبار الصباح لأنه بعتقد حكينا كتير بس بدي أسألك عن الفرق بين التمثيل والتقديم عن جد لأنه صاروا تنايناتهم جزء من شخصيته قبل كنت قول أنه التمثيل هو إذا بدك بس هلأ عن جد من بعد 11 سنة بلاقي الشغلتين إن كان التمثيل أو تقديم البرامج هني بيكملوني هلأ فيه شغف كبير بالتمثيل بس التمثيل ما بكون بيريت بأخبار الصباح بكون بيريت نعم يلي هلأ شايفها الراي البرد تمثيل حسب الدور يلي أنا بالنهاية عم بتكمسوا لهيدا الدور كيف بده تكون شخصيته وهيك هيدا بس يمكن الفرق بينتهم هلأ أنتو أنا ما يسيجي تلاتة إلى تلاتة سيدات مختلفات يعني تلاتة كاراكترات عم إيه عم إنت الهادية إنت المهايبرة معتدلة إنت المعتدلة إيه طب بس يستي في مشكلة بينتهم بينتهم بتضلك المعتدلة الحلو أنه أنا ما بكون لأنه هلأ بالعيد السنوى دايما نلتقى سوا بالعيد السنوى إيه والأم بس أنتو كيف العلاقة بينتكن يعني كأنه أنت هادية وأنت يعني فيه أنا مهايبرة يعني فيه طلعات ونزلات عادة مثل الإخوة في طلعات ونزلات بينتهم المرأة وزوجة فيه طلعات ونزلات شو أكتشي بيعصبك بي هلأ لازم نطلعكم النوم مختلفين يعني فيه مهايبرة وإيام يمكن أدماع عفوية جوالب بيطلع مننا هيك كلام لأنها الأدعى عفوية إنه إيه كلام بيجرح أنا مثل مني أنا شخص هالقد واضح عصب معصب مرتاحة مرتاحة يعني عادة مثل عليك شو أكتر شيئتا بيعصبك بيجوال بيجوال وببيارات لأ لو أنت جيدة وريك وريك ارتحت عحالة عن جوال لا أنا بتعرف خلينا شوائي لا لحظة خدولي إيدا خدولي أصابيعة بلش العد لا بس خلينا أقل لك بهالي وقت شاغلة خلينا أقل لك أنه لا هي عم بتعد واحد نات لات لات لا بعمل هيك عم بتعرف كير جوال أوقات مشابسة برأي فيارات كتير بورورتها أو عندها ايه تعودت يعني كنت قابلة قولي شو بردي وطلعني من كيابي هلأ تعودت يعني أوكي رح يطلعهم تخلين لا بالعاكل أنتو هيدا التكامل هيدا لكيه تعودنا 11 سنة إذا بعد ما تعودت عليها وعليها تحضر فيارات بالمسلسلات تبعها ما بحضر هلأ عايب رح يضحك عليه العالم أبدا ما بحضر مسلسلات هذا الشي كلهم بيعرفوه ما بتحضر التليفزيون أو ما بتحضر المسلسلات بحضر كتير تليفزيون ما بحضر أبدا المسلسلات لا أجنبية ولا عربية ولا لبنانية لأنه أنا حدا حويس لأنه هلقدم هايبرة بدي أعرف النتيجة ما بقدر أنطر وإلتزم أنه أنا بدي أحضر كل يوم جوال ناصر أنت درست بالجامعة لبنانية مرأة ومسموعة لا أعصب معي لا لأنه بلش 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 والتحدي الأكبر بالنسبة لك بين الإعداد والتقديم وين بتلاقيه؟ يعني اليوم إذا بديك ترجع إلى الإعداد هل بترجع إيه أو بتفضلي تبقى؟ لأنه بتكون كتير كونسرني بكل ديتاي عم بيقطع بالحلقة ويعني بعد ما لهلأ نحنا ما في شي بأخبار الصباح اسمو أنه أنا بس بريزنتر أو أنه أنا بس معد أنا بكون معدة بس بعرف سرد بالمونتاج بعرف بال يمكن قلهم كنت قابل للبريزنترز قلهم مثلا وتقبلوك بسرعة يعني دائما في هايدي فطوة أنه نحنا المقدمين نحنا نجوهن برنامج أنت تقلت لا بتعرف الغريب تقبلوك بسهولة أو أنه الغريب والحلو كتير أنه اثنيناتهم عندهم صار لهم كتير فترة طويلة بالتيفي وما حدا مثلهم بقولوا كبران الخاس براسه ولا حدا منهم بس بحب أوقات تكبر؟ ايه بحب عبيلة 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 عيشة عبيلة شوف ش يعني بتكبر الخاسة براسه عجل عبيلة بس أنت ولا مرة كبرت الخاسة براسي ما بعرف هي بتقول كبرت الوردة ها كبرت الوردة ها كبرت الوردة عايشة أنا الحلم أنت ليه عطل وردة أنا لأخبار الصباح ما بقدر مثلا ألبس هيك فستان أعمل هيك شعرات سؤلت هلأ زبان بلا بدأ أعمل كل شي ما بقدر أعمل الصباح يعني عنديك سهرة الليلة هلأ بعد الزب أهلا وسهلا فيك كورا كتير مبسوط وألف مبروك لحداعشر سنة وطحية عبركم لكل زملائنا يعني فردا فردا خلينا نذكرها مرتين بالجمعة هي تطلع معنا بخبار الصباح طبعا تحياتنا لألة ولكل فريق العمل أكيد ثلاثين شهر رح ننتقل إلى غرفة العمليات ولنشوف لو كنت مزيع شو كنت بزيع مروح حرب تفضلي لو أنا محال زبان بسأل بيارات إذا خيروك بين ما تكون أعلامية أو أم لمن بتاعت الأولوية؟ أعلامية أو أم؟ أكيد أم أكيد شكرا لأقلكم بعد الفاصل نجم عيد الأم السنة إن أولى القصة وقبل طب 5 أهم أغاني عيد الأم عبر التاريخ بلطول صير مستمر معكم بعد الإعلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر